موسيقى في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الثقي الحمراء وجهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة والشقيقة للمملكة استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الثقي الحمراء سيد الخليل والرشيدة صباح اليوم الأربعاء بمقر الغرفة بالعيون القنصل العام لجمهورية القمر المتحدة بيئة العيون سيد حسنة اللقاء تناول ثبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية القمر المتحدة من جهة وبين الفاعلين الاقتصاديين بجهة العيون الثقي الحمراء ونظرائهم من جمهورية القمر المتحدة من جهة أخرى وذلك من أجل تعزيز العلاقات الممتازة والتاريخية بين الجانبين والتي توجت بافتتاح جمهورية القمر المتحدة لقنصلية عامة بمدينة العيونة رئيس غرفة التجارة والخدمات بالجهة الثيد الخليل والرشيدة قدم خلال هذا اللقاء نبدة عن الجهة مبرثا المجهودات التي تبدلها الغرف للتعريف بالمؤاهلات الاقتصادية والسياحية بالجهة وجلب الاستثمارات الأجنبية مؤكدا استعداد الغرفة لتعزيز العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين بالدول الافريقية الشقيقة التي قررت مؤخرا فتح قنصليات لها بالجهة منوها في هذا الإطار بجمهورية القمر المتحدة التي كانت ثباقة الافتتاح قنصلية بالجهة في أول تمثيل ديبلوماسية من نوعه بالعقلم الجنوبية من جانبي عبر القنصل القمري بالعيونة السيد حسن عن إعجابه بمستوى التطور الذي بلغته جهة العيون الثقل حمراء وما تذخر به من إمكانيات ومؤاهلات الاقتصادية مؤكدا انفتاح مصالح القنصلية على مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجهة من أجل توطيد علاقات التعاون بين الطرفين وذلك الترجمة للعلاقات الوطيدة بين الجمهورية القمر المتحدة والمغرب مؤكدا أن قرار بلاده فتح قنصلية بمدينة العيون نابع من موقفه التابت والداعم لموقف المملكة من النزاع الاقليمي حول الصحراء مجددا في هذا الإطار دعم بلاده للمبادرة المغربية القاضية بمنح الاقليم الجنوبية حكما داتيا باعتبار الحل الواقعي والعملية الذي من شأنه إنهاء هذا النزاع ليختتم اللقاء بتوذيع هدايا بين الطرفين والاتفاق على عقد لقاءات أخرى بغية تفطير برامج عمل مشاركة من المؤكد أن حروب اليوم ليست هي حروب الأمث فإلى عهد قريب وصلت المشحنات بين المغرب وإسبانيا إلى حد تجييش إسبانيا لأسطولها العسكرية البحري والجوية لتقوم باعتقال ثلاث جنود مغاربة في جزيرة ليلى بعدما رفع بها العالم المغربية قبل أن تهدأ الأمور بعد وساطة أمريكية وطيلة الثنوات الماضية ورغم التحثن الكبير في العلاقات بين البلدين كانت تحدث مشحنات بين الحين والآخر لكنها تظل في غالب الأحيان ثامثة وعادة ما تنعكث على صفحات الجرائد في كل البلدين من دون أن تخرج عن حدود اللياقة أو التجريحة أو تصريحات العدائية بين وزيري خارجية البلدين على غرار مثلا ما يقع بين المغرب والجزائر في الآوينة الأخيرة من المؤكدة أن العلاقات بين الريباط ومدريدة ليست على ما يرام وهذا ما ذر في اضطرابها ترثيم المغرب لحدود البحرية وهو ما اضطره إلى فرض خناق اقتصادية على مدينة الثبسة ومليل المحتلتين مما تسبب في تداور اقتصادهما بعد تشديد الخناق على تهريب الثلع نحو المغرب هذه الأزمة الجارية وجدت لها تداعيات في الصحافة الإسبانية فنقرأ مثلا في جريدة إسبانيولة مقالا يقول كاتبه إن المملكة المغربية لم تعترف أبدا بالسيادة الإسبانية على الثبسة ومليلية والتين تعتبروا ما مدينتين محتلتين مؤتبرا أن شد الحبل في المعابر الحدودية لكون من الجيبين المحتلين أصبح الآن خطيرا وحسب دات المصدر فبعد قرار الرباد ووقف التهريب المعيشية لم يعد يمكن للمغاربة من المناطق القريبة من ثبسة تمرير حزمة من أكيث القهوة مثلا ولا يستطيعون الثكان الثبسة الذين يشهرون عادة الخضر والفواكه والخبز يوم الأحد في المغرب احضروا هذه المنتجات إلى الأراضي الخاضعة لإسبانيا ووفق الصحيفة فإن اختيار المغرب لهذا التوقيت من أجل غلق المعابر التجارية لم يكن بمحدث صدفة وإنما جاء نتيجة للضعف الذي تعاني منه الحكومة الإسبانية المشكلة من أحذب غير متجنثة والتي تعاني أيضا من مشاكل في جهة كتالونيا التي تطالب بالانفصال حالة الاختناق تؤدي إلى تفاقم المشكلات بسبب وقف عبور الأثماك تضيف إسبانيول موضحة أن التجار الثبسة لم يتمكنوا هذا الأسبوع من شراء الأثماك من أسواق المغرب ما اضطر الصيادين إلى جلب الأثماك من شبيل جزيرة الشيء الذي يتسبب في ارتفاع أسعارها ويخلص كاتب المقالي لا تأكيد أنه من العوامل التي شجعت البرلمان المغربية على إقرار تشريعات تخص التهريب عبر المعابر الحدودية هناك العامل الاقتصادي موضحا أن المغرب أصبح يحقق اكتفاءا ذاتيا من خلال تعزيزه في عهد الملك محمد الثالث للاستثمار في مناطق الشمال المغربية ما ضمن وجود ميناءين من مستوى دولي في منطقة طنجة وبلدة بننثارة يمكنان من ربض إفريقيا بدول العالمة مشيرا إلى قرب افتتاح ميناء آخر بمدينة النادورة المطلة على البحر الأبيض المتوسط أبرزت صحيفة لابروفينسيا الإسبانية الصادرة بلاسبالماس والدائعة الصيتة الجهود التي تبدلها المملكة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية وعثرانتها وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بهذه القاليمة وكذا إشراك الثاكنة في تدبير الشأن المحلية وتطرقت الثحيفة في حوارها مع حمد والرشيدة إلى الأوراش التنموية على اختلاف أنواعها حيث جدد رئيس جهة العيون ترافعه عن الحكم الداتي لتثوية نساع الثحراء كحل نهائي وأن التنمية الاقتصادية شرط ضرورية لتنذيل الحكم الداتي المقترح المقدم من المملكة باعتبار الحل الواقعي والعملية لنزاع الثحراء وأشارت لابروفينسيا إلى جهود الدولة لإشراك الثاكنة المحلية بالعقاليم الجنوبية في الشأن الثياسي داخل المملكة وكذا تدبير الشأن المحلية بهذه العقاليم لافتة إلى أن بها أكثر من 1300 منصب منتخبة بالاقتراع العام بما في ذلك ثلاثة رؤساء إقليميين و37 ممثلا في البرلمان بينهم 21 نائبا بمجلس النواب و16 مستشارا بمجلس المستشارين بالإضافة إلى أن كل رؤساء الجماعات الترابية بأهد العقاليم هم من ثاكنة المنطقة مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي مكنت من القضاء على الأحياء العشوائية بشكل نهائي بمدينة العيون سنة 2007 وفي ذات الحوار دعا رئيس المجلس الجماعي للعيون إلى تأثيث العلاقات بين الأقاليم الشنوبية وجزر الكناري كما دعا سكان هذه الجزر إلى المجيء إلى الأقاليم الشنوبية للعمل والاستثمار من أجل تصحيح الثورة المغلوطة لدى بعض الفعاليات المدنية والشمعوية بهذه الجزر حول حقيقة الأوضاع بالعقاليم الشنوبية بسبب بعض الدعاية المغردة والمضللة للواقعة لا في ثاني لأن الصحرويين على دفتي النذاع تجمعهم على قادة دموية وعائلية وأن إيطالة أمد النذاع عمق الشتات وباعد لما الشمل وثلة الرحمة مؤكدا على ضرورة تغليب منطق العقل والحكمة والانخراط في المبادرة الملكية الرامية لتمتيع المنطقة بالحكم الداتية تحت الثيادة المملكة استدعى المغرب بشكل عاجل ومفاجئ سفيره من الإمارات محمد أيت أعلي نهاية الأسبوع المنصرم ويأتي استدعاء المغرب لسفيره من الإمارات في دل أزمة صامتة بين الريباط وأبو دبي تمر بين المد والجزر على مدى الثنوات الأخيرة وأكد مصدر ديبلوماسي خبر استدعاء السفير المغربي من أبو دبي منشيرا إلى أن المغرب يعبر عن مواقفه بشكل علانية وكانت أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة انذلعت بين المغرب والإمارات حيث سحب المغرب سفيره في أبو دبي محمد أيت أعلي منذ الأسبوع الماضية بعد تسي سنوات قضاء في منصبه كما تم استدعاء القنصلين المغربيين في دبي وأبو دبي وحسب المصادر داتيا فإن الريباط قامت أيضا بإفراغ السفارات في أبو دبي من جميع المستشارين والقائم بالأعمال مما قلل من تمثيلية ديبلوماسية بشكل كبير وأرجع التقارير إعلامية سبب هذا التطور نقلا عن مسؤول مغربية لم تذكر إثمه إلى موقف الإمارات التي لم تعود ثفيره في الريباط الذي غادر قبل عام بشكل مفاجئ ولفتت إلى أن أبو دبي تنظر بعين الريبا للعلاقات الجيدة التي تربط المغرب وقطر الدولة المحاثرة من قبل بعض دول الخليج ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها بالدوحة تشهد العلاقات المغربية الإماراتية فتورا غير مسبوقا تعكثه مؤشرات عديدة وفي أبريل الماضي نشرت وثايل إعلام خبرا عن مغادرة السفر الإماراتي علي سلم الكعبي للريباط بناء على طلب سيدي عاجلة من دون توضيح التفاصيل وخلال الأزمة الخليجية المستمرة حتى اليوم اختار المغرب التزام الحيادة وعرض القيام بوساطة بين الأطراف المتنازعة كما أرثل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر وزار العاهل المغربية الدوحة لاحقا في نوانبر 2017 والتقى بأميرها وفي 27 مارس الماضية تحدث بوريط خلال مؤتمر صحفي مشتركة مع نظره الأردني أيمن الصفدي بالعاصم الريباط عما فهم منه أربع دوابط لاستمرار التنثيق مع الإمارات والسعودية أولها أن السياسة الخارجية هي مسألة سيادية بالنسبة للمغرب وتانيها أن التنثيق مع دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين وثالثهما أن التنثيق بين الطرفين يجب أن لا يكون حسب الطلب ورابعها أن التنثيق يجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوثر وشمال إفريقيا مثل الأذمة الليبية ترجمة نانسي قنقر